الثالث ماي من كل سنة اليوم العالمي لحرية الصحافة الجزائر وعلى غرار دول العالم تحيي هذه المناسبة في ظل تحديات وعقبات تواجه مهنة المتاعب فرغم أن النصوص القانونية المنظمة للقطاع جاءت ثارية ومشجعة لكن الواقع له كلام آخر معطيات تفرض مراجعة عميقة للنهوض بالعمل الصحفي الآن وسائل الإعلام في هذه المناسبة هم أمام تحدي كبير من خلال إعادة المكانة للمفهوم الصحيح وتصحيح مسار حرية الإعلام في كل دول العالم بعدما طغت عليه المعلومات المغلوطة المناسبة يراها أبناء القطاع فرصة لتدارك النقائص المسجلة ميدانياً وتطلع لبيئة إعلامية أكثر مهنية واحترافية تسمح للصحفي آداء مهامه بكل حرية في هذا اليوم وككل عام نتمنى ونأمل أن تتحسن أوضاع الإعلام أن تتحسن أوضاع الإعلام نوعياً لأنه لا يمكن أن نمارس الحرية الحقيقية الحرية الإعلامية الحقيقية إذا سادت الرداء إذا لم يكن الصحفي صحفي وسيلة إعلامية وسيلة إعلامية راقية في خدمة المجتمع بينما تحمله النصوص المنظمة للسلطة الرابعة في الجزائر وما يعانيه الصحفي في الميدان يبقى هو الحلقة المفقودة التي تستدعي تعاطي صناع القرار ببراجماتية مع كل العوائق والعقبات التي تحول دون تطور مهنة الصحافة نحو الأفضل كونها صانعة للرأي العام وحلقة وصل بين المسؤول والمواطن ترجمة نانسي قنقر